اشتركوا في القناة بعنوان طوبك لغدر للشاعر حشمة الصادق طيب تفضل طوبك لغدر بيوحشني جوي لونه وانا في البعد عنك دايما بقول فينه واسرح في لونك في نظرة عيونك في اسمك في رسمك الهي يصونك الهي يجعل مخدر نجيلك وبكرة هجيلك واشرب من فناجيلك وامسح دموع الغربة في منزلك يا لفسة طوبك من جريد النخيل وبنيابيتك على شط نهر النيل يا مزوجة شباك يا منورة الجناديل يا نهر جاري من القرم ما يعرفش معنى بخيل يا صاحبة الجلة والصحن والحلة يا ايد مسك الرحاية واتسر بالغلة يا نيمة على سرير فيه تلتميت ملة أصيلة بصحيح وتملم شرفاني وما ليه بقولك يا مصر وحشاني يا مصر وحشاني شكرا جميل جميل والله ماشا الله عليك هنكمل بقى على طفول المدرسة وبنزاكر كويس بنزاكر كويس اي يعني بنطلع على الأول كده اي على الولاد وكله على الولاد مهم جدا شكرا شكرا مساء الخير يا سيادة الرئيس انا اسمي يوسف عبدالله انا طالب من طلاب مبادرة الجيل جديد احنا نحب سيادتك يا سيادة الرئيس وبنشكر حضرتك على مبادرة الجيل جديد اللي احنا فيها تعلمنا حاجات كتير وشوفنا الانجازات التي اتحققت في بلدنا زي قناة السويس الجديدة وعن فتح يا مصر ومضعف الحضرات وكمان في المبادرة يكلمونا عن الشهداء وعلمونا معنى الشهادة وعرفنا ان الشهداء دول هم الناس اللي بتموتوا وبتضحي بحياتها عشان احنا نعيش انا قلت للزباط لما اكبر نبسى بأس ايكم قالوا يهتم بدرستك وبصحتك وان شاء الله لما تكبر هتكون زابط ربنا يخليك لينا ويبرك في حضرتك انت اللي خلتنا بجد نحلم ونصدق حلمنا ربنا ياكرمك يا يوسف ونازم يا يوسف تصدق حلمك وانا اكبر منك شوية وانتو بامشي في لما امشي يعني فاشوف مناطق صعبة انا قلت الكلام ده قبل كده يا يوسف وانا انسان عادي يعني زيك كده برضه صحيح فكنت اقول لو ايدي طالت هعمل حلم كان ايه الحلم الحلم وربنا اراد وانحنا في جزء من الحلم طيب الحلم خلص؟ لا لسه الحلم لسه ايه؟ مخلص بيكون ان شاء الله وانا اشوفكم في احسن حال انت وكل الناس اللي زيك مش بس هنا في كل مصر طالما الناس كلها بخير وسلام وفي احسن حال انا بقى الحلم كده ماشي في طريقه فاحلم ايه وعد بط الحلم؟ مش انت و بس عشان صغير الصغير والكبير لان ربنا موجود ربنا ايه؟ موجود موجود وتحلم ويحقق لك حلمك لما تجري عليه وتحلم وكل ما حلمك مخلص وامين وكمان جميل حتلاقي ربنا بيساعدك حتلاقي ايه؟ ربنا بيساعدك وربنا افوقك كل بقى صاحب الملك وكله فاحلم كلنا نحلم ونجري على حلمنا وربنا موجود ان شاء الله موجود الخطر شكرا يا فان شكرا جزيل زي حضرتك يا سيدة الرئيس اهلا وسهلا حضرتك ده شرف لنا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهاردة فضالي حضرتك انا نعم امام من حي الاسمرات امامة محمد محمد في مبادرة الجيل جديد وانا قعدة في حي الاسمرات وده شرف لي ان انا نكون موجودة في حي الاسمرات انا بشرف به في اي حتة ان انا من حي الاسمرات والبركة في حضرتك طب انا حاولك بس عشان قبل ما اتكمل كلامك والله العظيم انا بحلف ده شرف لنا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في في الاسمرات وفي كده انا بحلف بنا ربنا يخليك لنا يا ربنا يخليك ربنا يخليك حضرتك معي ابني برضو في مبادرة الجيل جديد ونتحبة اتكلم على اللي احنا حسين بيه حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه واحنا كمان اتغيرنا وكمان المبادرة بتعيد تربية اولادنا بجد يا ريس مفيش كلام ويوفي حق حضرتك فعلا ربنا ينسرك يا رب شوف انا حقولك على حاجة انا كنت المفروض ان انا يعني ارحب بكم الاول وقلوك كل سنة وانتو طيبين جميعا ورمضان كريم وكمان اقول لاشقائنا المسيحيين واهلنا لان هم كمان صايمين زينا كده فهم كل سنة وهم طيبين صحيح لكن عايز اقولك على حاجة فضل احنا زي ما قلت اليوسف كده احنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى اراد بس كل ما هتعملوا اكتر انتم بقى انتم مع نفسكم مع اولادكم هتبقى هتخلوا الحلم اللي معنا اكبر من كده بكتير لان اولا احنا كلنا اولاد مصر وبالمناسبة يا اختي يا نعمة احنا عايز اقولك على حاجة فضل محدش مننا ليه فضل عليكم الفلوس دي فلوس مصر يعني مش صحيح ويخليك انا بقولك عشان الكلام ده لكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي حضرتك والناس اللي موجودة هنا وحتى الناس اللي في بيوتها احنا ما بنجيبش حدش بيجيب حاجة بنجيبه بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضوكوا تحبوا بعضا اكتر وتساعدوا بعضا اكتر عشان يعني 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 مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص اللي قدام ب ب لولادنا ولينا ونحسن هو تدفن فعلا يعني عايز اقولك ايه انتوا مع بعض واحنا واحنا معاكم وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقولهم عايزين نعمل برامج بمخلصة مرابج ايه مخلصة مخلصة يعني ايه يعني نبقى مش يعني نبقى من قلبنا ان احنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا عشان انتوا اهلنا عشان انتوا ايه اهل اهلنا اهلي انا انا هتشرف ان انتوا اهل يا ربي اه عشان بس النقطة انت هتكسف تقولي ايوه اهلي اه ملي وانا قلتلك الراجل بسيط يعني زيكو كده انا بتكلم بجد بباركة في حضرتك يا رجل بباركة في ربنا هو ربنا اللي اعاننا على كده والشكر دايما موصول لله انه هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده فنقوله متشكرين يا رب الحمد لله الحمد لله المهمة اكتر الحمد لله الحمدك مش كلام الحمد ما صار يعني طريق نمشي فيه الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجة موجودة معانا لو حد فينا ما بيقراش ويكتب وحد فينا بيقرام ويكتب ما نستكترش على نفس ان احنا نعلمه لو حد فينا ما بيشتغلش وحد فينا بيشتغل شغلانا كويسة ما نستكترش ان احنا نعلمه ما فيش حد بنتنا ضعيف ما حدش منا يبقى فقير صدقيني انا بقولي الكلام ده لكل المصريين مش لحضرتك ولا للناس بتوى الاسمرات ولا بشاير ولا اهلينة لكل الناس طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله يساعد بافكار ويساعد بدعم ومسنة انا معرفه اشهو ربنا بقى اللي يعمل ان شاء الله كل سنة وانت طيبة عايزة تولي حاجة تاني؟ ايوه اعوز اقول اكيد حضرتك مبارد الجيل الجديد حضرتك البركة في حضرتك هي فعلا غيرت اولادنا يعني احنا لقينا فيه تغيير فعلا الاولاد اهتموا بالدراسة والرياضة وكمان بقوا حارسين ان صورهم تبقوا موجودة في روحة الشرف اللي بتتعمل في نهاية كل الفعالية للمبادرة فعلا الاولاد اتغيرت وبجاد يا ريس يعني احنا مش لقي كلام ما اقوله لحضرتك حضرتك كمان يعني انت الوحيد اللي فتكرتنا فعلا انت اللي خلتنا نحس ان احنا زي بقى الناس انت الوحيد اللي فتكرتنا ونصفتنا احنا بضهرك ووراك ربنا يبارك لك ويعينك ويقويك وينصرك ويخليك لينا يا رب متشكر جدا ربنا يقدرنا على كل حاجة جميلة واللي تعمل ما تعملش بها الواحدة اللي تعمل تعمل بينا كل جدا فيه ورا كل حاجة بتتعمل في مصر ناس كتير فمش انا يعني كل الناس المسؤولين اللي موجودين معنا هنا واللي حتى اللي مش موجودين معنا ليهم دور في ده وانا يعني فرصة ان اقولوه متشكرين متشكرين واكتر متشكرين ونشتغل اكتر انا بس حاجة عند نقطة مهمة انت قلتها ان قلت ان الولاد وكده انا عايز اقولوكو على حاجة المفروض ولادنا تقول ولاد وبنات ما يشوفوش فينا ابدا تعبير مش جميل انا بتكلمش على حضرتك حتى لما بلاقي يعني عمل يعني يعني في الدراما ولا كده المفروض ان احنا الفزنا احنا بنتكلم وبنحسن من كلامنا وبنحسن من سلوكنا وبالتالي عشان نعمل ده احنا محتاجين كلنا نرقب نفسنا الكلام اللي بيطلع من هنا يعني حسيب رقيب حسيب رقيب بيتحسب علينا ومترقبين فيه احنا احنا يعني اصي النهارده يوم بميل بصراحة والله العزيم بيك يا رئيس وبيك وكلكم انا فصيكوا كده في نعمة كبيرة وربينا خليك يا رئيس وانت طيب عليك الله وانت طيب سهل خير يا رئيس اهلا وسهلا انا منالة علي سعيد غريمة من الغريمات اللي تفرج عليها اول يوم رمضان حبينا نيجي النهارده ونشكر حضرتك ونقولك شكرا ان انت فرحتنا باول يوم رمضان واستعياننا وربنا يسعدك زي ما اسعدتنا في فطر وستعياننا احنا كنا في ديئة وقرب جديد وحضرتك اللي فكت ديئتنا وقربنا احنا ماضينا اصلاة وجبنا احتياجات اكبر من طقتنا بس جايين النهارده نوعدك ان عمرنا ما هنعمل كده تاني وربنا ما يرميك في ديئة امين يا رب وينصرك ويقويك ويقدرك امين يا رب ويسعدك ويقبر بخاطرك زي ما جبرت خاطرنا كلنا شكرا يا رئيس لا استني يا ستي منار شوفي عايز اقولك على حاجة انا فرصة ان انتم موجودين معنا وانتي تعتبر حضرتك تجربة حية يعني تجربة حية انتي يعني مشيت الطريق ده وشفتيه ومهم او ان احنا مش ان احنا نحللنا المسألة بالطريقة ديئة لكن ان الناس اللي بتسمعنا واكيد اهلنا اللي بيروحوا يعملوا كده وحتى اللي بيشتغلوا معه وحتى اللهم بيعني بيعملوا عليهم الاصلاة ما من فضلك يعني ما تقول لنا تجربة داية اصعب تجربة لا قولي لي قولي لي يعني انا اسف يعني شوية تفاصيل نسمح كلنا الحكاية دي بتتعمل ازاي والرقم بيبقى رقم حقيقي ولا مبالغ فيه يعني انا حضرتك مبلغي كله خمسة واربعين الف كان الحكم اللي انا بنفس فيه اكتر من السبعين سنة قضيت اللي قضيته وجيت حضرتك انت فكت الكرب ده بس ينصح كل واحد ما يحتاجش وصلات الامانة دي خالص ولا يخلي حد يكسره لانه فعلا اكتر حاجة بتكسر وصلات الامانة واكتر حاجة قصرتنا بحرمنا من عياننا وبعدنا عنه احنا مهما نتكلم مش هنقدر نشكر حضرتك على الفرحة اللي انت فرحتهانا والامل اللي انت قدتونا من جديد والدنيا اللي انت رجحتنا لنا اللي كنا فقدناها خالص طب انا هسألك كونك قلت ايه ان احنا نجيب على قد على قد يعني التزاماتنا التزاماتنا يعني بس من غير وصلات خالص لا بغض النظر بغض النظر ليه بتقولي على قد يعني انا عشكرا قلتلك عايزة فاصيل ليه ما كناش بنجيب على قدنا كان كل واحد بيعانت في اللي جنبه انا ضمنت حماتي وضمنت جوزي بس مامشناش على قدنا بصينا الاكبر من طريقنا بصينا الاكبر من طاقتنا طب انا هقولك على حاجة انتي طبعا كان معاك زميلك اللي هما كان نفس الظروف يعني وكيد سمعتوا في الاسناء ما انتم موجودين هناك يعني سمعتوا من بعض حكايات يعني ايه العنوان ايه النصيحة اللي احنا نقولها لكل الناس ومش بس للناس لحتى للناس اللي بتشتغل بالتاجر يعني اللي هما بيعملوا الإصالات بيديك الحاجة ويديك الإصالات تقول له ايه ايه التقل لا مش هنقدر نقول اكتر من كده طب هو الخمسة واربعين كانوا محسولين عليك كام يا أستاذة احج ملال يعني اكتر من مئتين الف ده الكل واحد فيه يعني اللي ليه خمسة طالبهم بالخمسين وبالسبعين يعني محدش يحتاج المبلغ بتاعه خالص وانت ماضيت على كده وانا ماضيت على كده يعني هو الاجراء القانوني محدش يعني قصف النهاية المحكمة هتاخد بالورق يعني انت فهمونوا نقصه دي عشان كده بنقول ايه طب انا أخدت خمسة اربعين طب امضي على خمسة اربعين طب لو فيه فايدة تتكتب الفايدة تتسجل بالتوئيد وانتوافقتي انما مباش رقم يعني كبير كده ممكن الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربة دي لان كان ممكن نقع في تجربة اكبر من كده بس الحمد لله ان احنا مضينا بالتجربة دي الحمد لله على السلامة وربنا والف مبروك الله يبارك حضرتك ربنا يوفقكم شكرا يا ريس ومعن ما نقول لك شكرا مش هنقدر انه في اي حاجة من اللي حضرتك عملتها لنا نشكر ربنا وبعد ربنا حضرتك هو ربنا شكرا يا رئيس شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم وعحمة الله كاتو كل سلام انت طيب يا رئيس والشعب المصري العظيم والجيش المصري بمناسبة العاشة من رمضان كل سلام انت طيب كل سلام انت طيب بصراحة انا فخور باللحظاتك بتعمله في الدولة بالنسبة للحياة كريمة والمشاريع اللي هي البنية التحتية الجديدة وبناء شبكات صرف صحي وشبكات موية حلوة وكهرباء والاهتمام بالتعليم والمدارس وربنا عينك رئيس ويقويك واحنا بضارك ان شاء الله وكل سلام حضرتك يا رئيس شكرا جزيلا انت طيب يا محمد متعودش متعودش لو سمحت يعني انا عايز اقولك على حاجة كلامك جميل ومهم ان احنا كلنا كمصريين يعني نعرف ان يعني ان الكلام اللي محمد بيقوله ده يعني كان ضروري ضروري قوي يا محمد وانا بقوله تاني عشان الناس تسمعوا ما كانش فيه حل تاني ما كانش فيه حل تاني ان احنا نسيب بعد موضوع الاحداث بتاعت 2011 حالنا من غير ما نغيره ونجري عليه مع الوضع في الاعتبار انك انت عايز اقولك يا محمد احنا 2011 للنهاردة تقريبا دخلنا فاكتر من من 11 سنة انا بقولك ان احنا زدنا حوالي 25 مليون او 20 مليون رقم كبير اوي وزدنا 2-2.5 مليون سيارة طب ده علاقته ايه بالكلام اللي انت بتقوله اللي احنا ماشيين فيه بكا الدولة لازم تتحرك بمعدلات نموها عشان اولا تعود النقص اللي كان موجود قبل كده او العجز اللي كان موجود قبل كده فيه مرافقها انت بتقول حياة كريمة احنا شغالين في مرحله ونتمنى ان احنا نخلصها قريبا يعني فيه مرحلتين تانين انت بتتكلم على حياة 60 مليون بتتكلم على حياة 60 مليون انسان عايز تحسن من حياتهم عايز تعمل لهم صرف صحي كويس عارف عنيه انسان يقعد يعني بقى البيت بتاعه الصرف الصحي فيه مش ادامي يعني انت بتتكلم مش على مش على اسرة ومية والف احنا نتكلم على ملايين نفس الكلام في موية الشورب نفس الكلام في الكهرباء بشكلة وباخر ثم بقيت الحاجات الاخرى اللي بنعملها انا بس هنا بسجل في اللقاء ده معاكو عشان تقوله ايه طب مع الفلوس اللي انت بتتصفه دي كتير قوي كتير طب انا حولك يا محمد يعني طب مع الشقة بتاعت الاسمرات كتير كتير قوي كمان طب مع اللي قبل مننا ليه ما عملوش عشان كتير بس فضلت اللي ان اهالينا اه يعني بيقاسوا وعمر المجتمع اللي يرضى ان ناسوا تقاسي وما يجريش عليهم ويحاول يساعدهم هقولك كلام غريب شوية يعني كتير من الناس يقولك انت بتتكلم كده كتير ليه لان هي الحقيقة كده الحقيقة ان ربنا بيساعد ايه اللي بيساعد ربنا بيساعد ايه اللي بيساعد اللي بيساعد طب ما تساعدش خلاص وعشان كده لما نيجي نتكلم النهاردة احنا بنتكلم في تلتمئة الف شقة ذا اللي في الاسمرات في اسكندرية وفي كل حتة في مصر كم؟ تلتمئة الف تلتمئة الف شقة لو تساعره النهاردة تساعره النهاردة بتلتمئة مليار جنيه ولا انا اقول يا دكتور مصطفى لا صحيح تلتمئة مليار جنيه يعني لو كنا استنينا قلنا لما ربنا يسهل لنا ويبقى معانا ونشوف الناس زيت بعد كده وهم بيتقلموا وبيقاسوا هم وعيالهم واحنا بنعد عليهم ونجدعهم طب لما عملنا كده ولسه بنعمل واحنا هنبطل عميل تفتكر؟ لا طبعا لا لسه نعمل اكتر واكتر واكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا فانا بس ارجع تاني على موضوع حياة كريمة انا بكلمك في ستين مليون تقريبا بقول ارقام نحفظها كلنا ستين مليون نسبة كبيرة جدا منهم ساعة لما انا يعني ربنا اعرض ان انا بقى موجود هنا في المكان ده كان النسبة اللي موجودة 12-13% ولا انا ها الصرف الصحي اللي كان موجود في 12% انت عايز توصل من 12% لمية في المية واخذ بالك وحاجات اخرى كتير فالنهاردة لما نتضافر كلنا اكل هنا بن قاسع محمد دلوقتي عشان الازمة الاقتصادية وانا بعترف بس في الاخر الناس البساطة اللي زي حالتنا كده يقولك اللي ايه البطن ما بتفتش ما بتتفتش يعني ايه ما بتتفتش يعني اي حاجة ممكن تبقى اي حاجة بس مهم ان حياتنا الكريمة لكل اهلنا لكل الناس اللي زوفها صعبة وبيت قاسي ما نهودش نتفرج عليهم طب الكرم حيدي امتى الكرم اللي احنا بنحلم بي انا بحلم بكرم احلم اقول له ايه طب ادعولنا طيب ادعولنا وناس اللي في البيوت الطيبة كبار وناس الطيبين تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفيد علينا من بركاته في الأيام الكريمة دي اخواننا المسلمين واخواننا المسيحيين دي ايام كريمة جدا جدا والكل صعي يدعولنا ان ربنا سبحانه وتعالى يفيد علينا من بركاته عشان نعمل اكتر احنا بنعملش حاجة اشر ابد مبنعملش يا محمد ايه الحمدلله انا بنعملش يا محمد ايه وأنعنا بنا وتعمير وتنمية واصلاح ومدارسنا الى تكلمت على التعليم في التعليم باختصار انتو شفتوا كنت أكن موجود في في الأكاديمية العسكرية فكنا عاملين جمعنا مقموعة طيبة من معلمين خدمة عشر إلى خمسة عشر سنة عشان نختار منهم مدير مدارس نختار ايه؟ الفكرة ايه كلها؟ احنا قلنا نختاره ونعملهم تأهيل دبلومة لمدة ست شهور ونبتدي بدل من قول ان انا حصلح كل المدارسين صعب مليون ونقص مدرس لكن نخلي النهاردة لو انا بقى عندي خمسمائة معلم خمسمائة مدير مدرسة ايه ناظر يعني وروحت مدخلهم وجاهستهم كويس ودخلتهم على المدارس بقى انا حطيت روح مختلفة في المدرسة ديت وكلمت معهم كتير قلت لهم تفتكروا انا مستعدة اديكم تكلفة التشهيل اللي احنا بنتفحها كوزارة التربيب والتعليم لبعضهم يعني تفكروا هل تحبوا ان احنا نخلي نخلي بعضكم يدير مدرسة بيكون بنفس الشروط اللي احنا ماشيين بيها يعني من غير تغيير كلام كتير قوي قوي بنعمله لان التعليم اللي انت بتكلم عليه واللي احنا بنحلم به اكتر كتير من اللي احنا فيه وانا بعترف اكتر كتير بس من غير مكون ايدينا مع بعض صعب يا محمد نطلع قدام لاني ظروفنا صعبة انت عارف احنا عندنا عددنا كان 105 مليون في التعليم 25 مليون في التعليم الاساسي 25 مليون وتعليم الجماعة 3.5 مليون مش كده 3.5 مليون في التعليم الجماعة يعني تقريبا 30 مليون على بعضهم ده دولتين تلاتة مع بعض دول دول ايه دولتين تلاتة دولتين تلاتة مع بعض انما لو ربنا وفاقنا وعرفنا نعمل تعليم كويس لهم قوي احنا بقى في حتة تانية فانا سعيد بكلامك الجميل وكل سنة امتو طيب شكرا وفي ختام يوم مليون بالدفء والمشاعر الانسانية الجميلة بنشكر رب الاسرة ورئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقليد الطيب نستدم حضرتك يا فاندم في كلمة ختامية في نهاية هذا الحف انا مش هقول كتير اكتر من انا مرة تانية انا برحض بيكم وسعيد ان انا موجود معاكم ودائما ايامنا تبقى دائما ان احنا كلنا مع بعض وبقول لكم كل سنة انتو طيبين ويمكن الكلام مع بعض اللي انا قلته من اوله الاخر سواء مع يعني لورغان او يوسف او الحجة نعمة او الحجة منال او محمد يعني هو ان احنا دايما كأسرة واحدة أسرة مصر لازم يكون اولا عندنا امل كبير ثقة كبيرة جدا في نفسنا لان الاتعامل بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهدكم كتير قوي طيب ولسه شغالين طبعا لسه هنعمل اكتر ان شاء الله في ظروف صعبة مفيش كلامي لكن الدنيا ماشية واحنا عشان نخلي الدنيا ماشية فزل الظروف دي شوفوا اللي هي عايزاة شوفوا اللي هي عايزاة حاضر حاضر انا اجا سلم عليك انا اجا سلم عليك والله حاب يوضح لحضرتك النهاردة بفضل الله المدرسة لو هي بتعلم فصول الثقافة برضو بتعلم يعني مراحل تعديل الثقافة للاطفال عشان يوصلوا بناتج زي لحضرتك شفته مع اولاد حضرتك اللي انتو شفته مهم داخلين هما دول ولادنا فدد طبعا ولادنا دول بيوصلوا رسالة لحضرتك الطفل ما بيعرفش يجمل في الكلام صحيح عشان كده ما باجي اهض معهم ويعني اتناقش معهم كاب لاني انا ما بسيب ولادي في المدرسة برجع بعد كده لاي ولادي في الموجودين في قصر الثقافة ما باجي اهض معهم بيوصلوا رسالة لحضرتك بيقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه هو مش صورة يعني خيالية لا دي صورة طبيعية فاسمح لي بالنيابة عنهم بكل صدق وبكل احترام بصراحة انا يعني النهاردة فعلا بشوف سيطر ريس الانسان البسيط فبصراحة انا احيى حضرتك احيى عسكرية جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا افضل استعاق فأنا بشكرك وبقول تاني مرة تانية ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الايام دي ايام كريمة ومباركة علينا كلنا السيام اللي احنا صايمين المسلمين والمسيحيين ده معناه حاجة جميلة اوي نعم نعم فضلي 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتشرفنا بوجود حضرتك في الاصمرات متشكر متشكر انا اسمي منال صالح جاية من منطقة السيدة زينة لما جينا وشوفنا الاصمرات كان حلم ما كناش نتخيل ان احنا نتحق نحلمه في يوم من الايام انا لو هتكلم عن نفسي انا عنك 36 سنة ما شاء الله بكاريو السجارة عمري ما فكرت اشتغل كان بنتحق بالنسبة لنا فرص عمل في كل الاماكن بدعنا نحلم وحضرتك اللي خليتنا نحلم انا بتمنى من حضرتك طلب واحد بس فضلي فرص عمل للشابين طيب استاذة منال فضلي استريحي فضلي شكرا فضلي انا عايز اقول حاجة جميلة جدا انت عارفة مثلا كل سنة تقريبا يعني منذ انا توليت المسئولية لغاية النهاردة عدد الشوء اللي ممكن تكون انا بتكلم اللي الدولة يعني مش المطورين العقريين ولا ايها دكتور مصطفى احنا بنتكلم في اتنين مليون واحدة مش كده اتنين مليون واحدة ويمكن يكون ربعهم او اكتر شوية بيعملو المطورين العقريين غير المساكن اللي بيعملوها الاهالي يعني انا مش بتكلم على بقول ايه بقول ان ده فرص عمل في كل الاعمال اللي مرتبطة وهي ميهن كتير قوي بالمناسبة في اللي احنا بنتكلم في ده وهنا النقاش لينا كلنا يتقال طب انت بتعمل ده ليه انا بخلق فرص عمل للناس دون ان ادخل في موضوعات معقدة جدا جدا لكن لونا النهاردة بعمل مشاريع زي البنية الاساسية اللي بنتكلم عليها ديت المواد بتاعتها موجودة في مصر في الغالب يعني فبتشغل مصانع كتير كتير وبتشغل ناس كتير في الموضوع وبعدين برضو احنا ماشيين في سكة ان احنا يبقى عندنا شغل تاني انت عايزة 700 الف فرصة عمل في السنة دولي هما بيتخرجوا من الكليات مش كده دكتور مصطفة ولا انا طب فيه كمان جمي منهم قديه من الدبلومات والكلام ده يعني مليون فرصة عمل في السنة عالفة مليون فرصة عمل ده يعني ايه ده رقم ضخم جدا الدول املاقة ما بتقدرش تعمل ده رغم ان هي ما عنداش النمو السكاني بتاعنا لكن احنا بالرغم كده بنحاول بدليل احنا نسبة البطالة عندنا 7 اربعة اربعة من عشرة في المية ودي نسبة تعتبر بالنسبة للدول كتير يعني نسبة تعتبر في زر الظروف الاقتصادية اللي هي الازمة الاقتصادية الكبيرة اللي تعبى الناس دي تعتبر نسبة كويسة قوي طب عايزين نقللها طبعا ونعمل فرصة عمل اكتر من كده طبعا ما فيش كلام طب على كل حال الحمد لله ان انت ارتحت هنا واحنا ماشيين في برنامجنا وبنحلم واثيق من ان ربنا سبحانه وتعالى بصبرنا وجهدنا واخلاصنا وامنتنا وشرفنا لازم تعرف ان المسيرة دي هتكلل بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى كل سنة انتوا طيبين حاجة سلم على حضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة